محمد سعيد الصحافة وزير الإعلام العراقي في عهد الرئيس السابق صدام حسين أدار الحرب الأعلامية خلال الغزوء الأمريكي للعراق عام 2003 لم يكن من المطلوبين بعد سقوط النظام حيث سلم نفسه للقوات الأمريكية وتم إطلاق سراحه فورا لقد غادر إلى الإمارات العربية المتحدة بطائرة خاصة أرسلت لنقله إلى هناك مع عائلته بأمر من الشيخ زايد كان ضليعا باللغة العربية ويحسن استخدام مفرداتها في خطابه الدعائي حيث وصف جنود الغزوء الأمريكي بالعلوج وارتبط هذا اللفظ العربي باسمه في الصحافة الأجنبية إذ لم تتوفر له ترجمة غير عربية ولد محمد سعيد الصحاف في مدينة الحلة في عام 1940 في محافظة بابل والتي قضى فيها طفولته وشبابه قبل أن يلتحق بالجامعة وبعد تخرجه عمل مدرسا للغة الإنجليزية في منتصف عقد الخمسينيات انضم الصحاف لحزب البعث واستمر يعمل بمهنة التدريس حتى قيام الثورة في السابع عشر من تموز عام 1968 إذ كان الصحاف هو المسؤول عن القوات التي سيطرت على مديرية الإذاعة والتلفزيون لإلقاء بيان الثورة ولقد تسلم بعدها مهام المديرية ليصبح مدير الإذاعة والتلفزيون ثم طورها لاحقا لتصبح المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون استمر بالمنصب ما يقارب الست سنوات ليترك المنصب ويعود للتدريس حتى عاد الرئيس صدام لوكل له مهام السفارة العراقية في الهند إضافة لمهام السفارة في بورما دون الإقامة فيها ثم عاد ليكون وكيل وزارة الخارجية وبعد ذلك مندوب العراق الدائم في الأمم المتحدة ثم سفيرا في السويد ثم إيطاليا ليصبح بعدها وزير الدولة للشؤون الخارجية ثم وزيرا للخارجية فوزيرا للإعلام ويعد الصحاف صاحب أطول فترة وزير خارجية في تاريخ العراق لعب دورا كبيرا في سير الأحداث وبرز الصحاف خصوصا بمؤتمراته الصحفية التي كان يعلن فيها عن انتصارات القوات العراقية المتتالية بينما كانت القوات البرية تتقدم بشكل مضطرد إلى حدود بغداد وفي آخر مؤتمر صحفي له في يوم سقوط بغداد عام 2003 أعلن الصحاف أن الأمريكان ينتحرون الآن بالآلاف على أسوار بغداد واشتهر بسبه اللادع لقوات التحالف بوصفهم بعبارات فصيحة جزلة منها العلوج والسم والعلقم والمرتزقة والأوغاد وغيرها الكثير وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته